طيب قبل مباراة الرجاء مباراة العودة للنادي الأهلي كنت أقول لك دي دي واحدة من أهم نقاط ضعف النادي الأهلي وهي الكرات السابتة دفاعية يعني بس في مباراة الرجاء كان عادة العرضيات كبيرة والكرات السابتة كثيرة للرجاء والأهلي تعمل معها جميعا يعني بشكل رائع جدا هل اللي حصل في مطش الرجاء هو استثناء أم دي القاعدة اللي هيمشي عليها الأهلي في المباراة القادمة وتحديدا مباراة بغاية عليها نيوث بتكولر إن هي ما كانتش الاستثناء وإحنا كنا بنتكلم هنا يا كريم من الحلقة اللي فاتت على إنه كولر قدر إنه يعدل ده حتى أنت قلت لي ده ياخد كريدت للكرة المصرية كلها لإنه عيب موجود مشترك في كل الفرق المصرية وحتى منتخب مصر الكرات العرضية سواء الثابتة أو المتحرك عندنا فيها أزمة كبيرة جدا جدا التمركزات الدفاعية فيها مشكلة الراجل لما يكون راس مال الرجاء الناس عاملين 31 كراس في المباراة وقدر إنه لا يتم تشكيل أي خطور على النادي الأهلي في مباراة الرجاء فأنت بتتكلم على نجاح كبير للمنظومة نجاح كبير للمارسل كولر الأزمة والمفارقة الكبيرة جدا اللي كانت عند مارسل كولر إن ما قبله لو نستارت بعد الكرات السابتة اللي جابنا مباراة سموحة تحديدا الأهلي فاس بها 2-0 مباراة بيرامدز في الكاس مباراة الـ 2-1 هتلاقي إنه حتى في غياب علي جبر هتلاقي إنه مشاكل كتير لا واقف واقف آه دي هنروح لها بعد شوي فإنه الكرات السابتة ومشكلة الكرات السابتة اللي موجودة عند النادي الأهلي تلافاها تماما في مباراة الرجاء على مارسل كولر أن يثبت هل هي كانت استثناء لأنه كان بيلعب ميديم بلوك أو دفاع متوسط بيرجع يقفل التكتلات كبيرة التمركزات تسبح مداية المساحات حتى في الكرات السابتة كان الفرقة بترد تسعة تحت الكرة فإنت بتتكلم على إنه هنا سيناريو المباراة سمح له إنه يعمل ده هل بعدد أقل من اللاعبين في الكرات السابتة خاصة مع التمايز الكبير جدا من هنا بص آه دي واحدة دي كرة الهدف طبعا في مباراة بيرامدز ومش هروح أزود على اللي قاله خليفة إنه بيرامدز بيلعب على البعيدة الأهل عنده مشكلة سواء في العلال بعيدة أو على قريبة دي الكرة التانية طبعا ماشي دي الكرة التانية طبعا في نفس المباراة عشان ما نعرضهاش تاني اللي قالها خليفة نفس الكرة ونفس المشكلة الأهل عنده مشكلة في الرقابة عموما من قبل مباراة الرجاء تاني مباراة الرجاء كانت استثناء في الخروج على كل الران يثبت إن هي ما كانتش استثناء لأنه راس مال في غياب عبدالله الصعيد حتى في وجود عبدالله الصعيد في مباراة الكاس قبل خروجه للإصابة كان الكرات السبتة ويشتغل على الكرات السبتة سواء في الشرط الأول أو في الشرط التاني نفس المشكلة نفس الأزمة الخروج وأحيانا كمان بيقى في خروج خاطئ محمد الشيناوي اللي ماشي بشكل جيد في مباراة الأربعة وخمسة الأكيرة واحد من نجوم النادي الأهلي واللي أسم في صعود النادي الأهلي ليه قبل نهاية دورة أبطال أفريقيا روح ليه اللي بعدها فنهايتنا كريم الكرات السبتة هي راس مال بيرامدز مليون في المية النادي الأهلي حسن ده بشكل ملحوظ تماما في مباراة الرجاء مليون في المية عودة علي جبر تمثل إضافة لأنه زي ما كان بيتكلم خليفة من شوية على أنه دايما بيتم استهداف البعيدة مش علي جبر اللي بيروح على البجنة علي جبر دايما بيقى موجود في المواجهة موجود عكس اتجاه الكرة يعني لما الكرة بتتعامل الكراس من اليمين بيبقى يا إما رمضان صبح أو محمد حمدي هو اللي موجود ناحية الشمال واللي بيقطع أصاده دايما بيكون علي جبر طيب وجود علي جبر طبعا يمثل إضافة في الكرات السبتة ومثل غاب ياسر إبراهيم كمان طبعا طبعا عايز قبل ما نروح لفاصل ونقفل موضوع الكرات السبتة دي عايز سألك على حراسة مان مبارا من زي غياب شريف إكرامي والمستوى اللي بيقدمه أحمد الشناوي تحديدا في الكرات العرضية احنا شوفنا هدفين في الكاس كانوا حاجة صعبة جدا من أحمد الشناوي وهدف فيه مالوم وجلانس فيه نفس النسخة لهدفين اللجوم عايز أقول لك كريم أن آخر مباراتين بين الأهلي وبيرامدز بيرامدز تلقى خمس أهداف منهم أربع أهداف يعتبر مسؤولات الشناوي ماتش الدوري من الثلاث أهداف حنستثني كرة الشحات عشان عملت رفليكشن إنما الجنين بتوعه الأول والثالث ومباراة نهاء الكاس الجنين بتوعه فحنزود على أحمد الشناوي بقى إنه هو كمان فيه كتير جدا من الكلام عليه من زمان على نقطة الضغوط الجماهرية المباراة تبقى فيها ضغوط جماهرية كبيرة عليه ففيه نقطة أصلا فيه علامة استفهام شوية على الشناوي في مواجهة الجماهية فنزود عليها بقى إن الشناوي في الكرات السابتة زي ما قلنا هي بيزة في بيرامدز بيغلط في التردد بين الدخول بين الطلوع وبينه يستنى في جونه أنا رأيي أنا الشخص يعني لو بنصح ما دي الشناوي أقول له أقف في الجون لعب على كرة تانية رده فعله مش وحش رده فعله كويس إنما طلوعه في الجون هو اللي بيسبب له دايما ارتباك وطلوعه دايما مش منظم وبيبقاش عارف هو بيعمل ايه فأنا رأيي أنا علي أن يلعب على الكرة تانية هو يستنى بقى ويعتمد إن في وجود علي جبر ممكن الدنيا تتشال شوية أطوال بيرامدز لو اعتمد على فخر الدين بن يوسف في الرجوع ممكن تساعده شوية تعال نشوف إن بيرامدز نفسه عنده المشكلة دي نشوف يا جماعة كات في مباراة الأهلي وفي الكاس غير الجونين لا هو استقبل كمان هنا الجونين بتوع الأهلي من هنا خروج دي هنا ده في مباراة الدوري هنا كانت فيه ده أخر كبير لو تاخد بالك قبل ما يلعب على الكرة تانية كان عايز يطلع هو لو من البداية بيحاول يلعب على الكرة الأولى كانت أفضله بكتير يعني الخطوطين اللي بياخدوا من قدام دول هما بيعملوهم مشكلة لو أنا هطلع حبقوا وقف في جوني ولعب على الكرة تانية هتبقى سهل الشناو وكمل دي مباراة الأهلي في الدوري اللي خسل الثلاثة صفر الجون التاني كان برضو يعتبر بص هنا دايما بيحاول يطلع وبعدين يرجع بتسبب له مشكلة دي ما انتهيتش الجون بس دايما الخطوطين اللي بياخدوا من قدام وبعدين يرجع دايما تتعلمنا كده من الحراس المرمى يقولك لا يتطلع يتستنى كمل اللي بعدها حديك النموذج بتاع اللي أنا بقوله على الشناوي بيحاول هنا يطلع وبيحاول دايما يرجع دي بقى بتسبب له المشكلة اللي أنا بقولك عليها اللي هو ما بيحاول ياخد الخطوطين ويرجع تاني بتبقى وخصوصا ما بقاش رد الفعل بتاعه زي الأول إنما لو من البداية بيقرر ما بيطلعش بيلعب على الكرة لا هنا جونين بتوع موتش الأهلي برضو خطأوا فيه كان يمكن فيه لقطة نكملها ما خرر خالص ما يطلعش كان أفضل لي وكان بيلعب على الكرة اللي هي التانية بشكل كويس كان بيحاول يعمل تصديات ماشي دول على طول دول إحنا عارفينهم خلاص هو حاول يخرج هنا لكرة سهلة من عمق الملعب كان المفروض يستنى في جون لو فيه حالة بقى الجباية اللي بيتكلم عنه إنه هي كانت حالة واحدة بس إنه هو ما بيلعب على الكرة التانية رد فعله نفسه بيبقى أفضل ممكن تبقى معنا وممكن تكون يعني ممكن أنا أكون مش متحضرتش بس هنا ده أنا أصدي عموما في الشناوي إنه هو عنده ارتباك بين خطوطين اللي بيحاول يطلع فيهم لو كمل طلوع بيبقى فيه ارتباك شوية ولو بيرجع بيبقى بتضيع فرصتنا لها بعد كرة التانية حظيم